شارك وفد مملكة البحرين برأسة السفير عبدالله بن فصل بن جبر الدوسري سفير المملكة لدى بلجيكا في مؤتمر الشراكة الاستراتيجية العسكرية السنوية التابع لحلف شمال الأطلسي والذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلين لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا وقد شارك وفد المملكة في جلسات المؤتمر كما ترأس سفير الدوسري سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى للتأكيد على حرص المملكة على تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية العسكرية مع الحلف إلى جانب الاطلاع على آخر ما توصل إليه الحلف من التقنيات الحديثة والمناهج المتعلقة بالتدريب العسكري بما يخدم العلاقة الثنائية المشتركة وتأتي أهمية المشاركة في المؤتمر كونه أحد الفعاليات الأساسية التي يطلع بها الحلف بشكل سنوي للتقريب بين وجهات النظر لوضع الأساس الداعمة للشراكات الاستراتيجية العسكرية بين الناتو والدول الثلاثين المتمتعة بعضويته والدول الشريكة مع الحلف والبالغ إجمالي عددها أربعين دولة الموزعة على أربع مجموعات للشراكة ومن ضمنها مملكة البحرين وذلك من خلال عضويتها في مبادرة إستنبول للتعاون منذ عام 2005 إلى جانب منح المملكة عضوية منصة التوافقية لدى الحلف عام 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر